عليه الشيء الشيء الذي نذكره أو ما كان عليه الشيء المذكور عندما نقول يلبس الناس القطنة الناس لا يلبسون القطنة على حاله إنما يلبسونه بعد إجراء عمليات عليه أي أنهم يلبسونه بعد تنظيفه ونسجه ثم صناعته فهم يلبسون ملابس هذه الملابس أصلها من القطن مصنوعة من القطن فالقطن هنا اعتبار ما كان والملابس هي التي نتكلم عنها لا نتكلم عن القطن الذي هو كان إنما عما نتج عنه فهنا نسمي العلاقة اعتبار ما كان قبل التصنيع في هذه الجملة فالعلاقة هنا اعتبار ما كان العلاقة الأخرى والأخيرة في علاقات المجاز المرسل هي اعتبار ما سيكون بمعنى ليس ما كان وإنما ما سيكون عليه في المستقبل أي ذكر الشيء باعتبار ما سيكون عليه مستقبلا بعد تغير حاله فعندما نقول تلد الأردنيات جنودا أو فياء هل الأم عندما تلد طفلا صغيرا يكون جنديا وفيا أبدا لا إنما بعدما أن يكبر ويصبح شابا قويا يدخل الجندية يصبح وفيا لوطنه فنقول أن هذا الطفل الذي ولد مستقبلا سيكون سيكون جنديا وفيا لوطنه وعندما نقول في مثال آخر لمن رزقه الله بمولودة إنها عروس جميلة ماذا نعني بهذا الكلام هل الطفلة عندما تولد تكون عروسا أبدا لا إنما في المستقبل عندما تكبر وتبدو عليها علامات الجمال ستكون عروسا جميلة فالعلاقة هنا اعتبار ما سيكون عليه الحال هذه الطفلة في المستقبل من خلال تتبعني لهذه العلاقات والعلاقات السابقة التي تعرفنا إليها يجب أن نركز على ما يلي أولا أن العلاقة في المجاز المرسل لا تقوم على المشابهة لا تقوم على المشابهة نؤكد على هذه النقطة يعني ليس هناك عملية تشبيه في مشبه ومشبه به فعندما نقول مرسل أي بمعنى خلى من التشبيه لتكن هذه النقطة أساسية في فهمنا للمجاز المرسل ولنميز بينه وبين الاستعارة بشكل تام نلتقي وإياكم في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر